بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم بقناة تفسير احلام. والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن آآ رؤية جديدة او رمز جديد. النهاردة هنتكلم عن رؤية القصر. آآ رؤية امتلاك القصر او شراءه او نشوف الرأي نفسه ان داخل آآ قصر هنعرف معناه بشكل مختصر. اولا الاصر في المنام من الرموز المبشرة بمكانة للرأي بعلوه شأن بترقية بآآ منصب. آآ ممكن بوظيفة. وظيفة هتكون آآ مرموقة. كمان آآ دخول الاصر او امتلاك اصر او النوم. آآ فيه اصر كل دي من الرموز اللي بتدل على منفع آآ قريبا هيحصل عليها درائي من شخص معروف او من شخص لي آآ سلطة. خصوصا كمان ان يشوف انه دخل الاصر او نام فيه مع شخص آآ معين. كمان آآ رؤية الاصر الابيض. آآ رؤية الاصر الابيض في المنام برضو من الرموز اللي بتدل على صلاح حل الرائي في الدنيا وكمان آآ في الدين. كمان من الرموز المبشرة بعمل نافع. آآ برضو من الرموز المبشرة بحب وموادة وبعاطفة. آآ برضو الاصر الابيض آآ من الرموز اللي بتدل على انتهاء اهم. وانتهاء آآ متاعب كان بيمر بيها الرائي. كمان بشارة ليه بقضاء حاجة. آآ برضو لو كان آآ مديون او كان بيمر بأزمة آآ مالية وشاف انه دخل اسر ابيض ده واسع. فبشارة ليه بسداد آآ الدين. كمان بشارة بعمل آآ صالح. آآ كمان بقيامه بآآ مشروع او بأمر معين هيعود عليه آآ بالمنفعة وهيعود عليه بالربح وآآ بالمال الكتير. كمان رؤية الاصر الواسع في المنام. اما يشوف الرائي انه يدخل الاصر كبير او ضخم او واسع. كل دي من الرموز المبشرة بقدوم خير. آآ بقدوم آآ رزق. كمان بشارة بحظ سعيد للرائب بشكل عام في حياته. آآ برضو لو كان آآ تاكر او كان آآ بيمتلك مشروع معين فبرضو من الرموز المبشرة ليه بمكاسب وآآ بارباح. آآ كمان دخول الاصر الواسع آآ من الرموز المبشرة بالزواج. لو كان الرائي آآ اعزب زواء كان آآ بنت او ولد. آآ برضو دخول الاصر من الرموز برضو اللي بتدل على نجاح الرائي لو كان هو طالب فبشارة ليه بنجاحه آآ في الدراسة آآ لو كان هو بيعمل فبشارة برضو بنجاحه في عمل آآ في عمله بشكل عام. آآ كمان رؤية الاصر الواسع من الرموز اللي بتدل على تحقيق امنيات. آآ بشارة بفرج. وآآ بشارة بقدوم فرحة وبقدوم آآ سعادة. آآ خصوصا كمان لما يشوفوا انه بيمتلك آآ آآ او اتنقل آآ لاصر واسع فدد بديل وتغيير في احواله آآ آآ للافضل. آآ من الهموم للفرج من ال لو كان غير متزوج زي ما قلنا فمن الرموز اللي بتدل برضو على آآ زواجه. آآ كمان الفتاة العزباء. الفتاة العزباء ما تشوف ان هي دخلت قصر في اللامنام. فمن الرموز المباشرة ليها بحياة سعيدة. آآ بحدوث امور صارة آآ في حياتها على حسب شكل الاصر وعلى حسب اتساعه. كل ما كان الاصر حجمه كبير او آآ يعني متسع اكتر كل ما كان الشيء اللي هيصل لها او آآ تبديل حالها هيكون افضل واحسن. آآ كمان رؤية الاصر الواسع للفتاة العزباء بشارة ليها بالزواج من شخص غني او من شخص آآ سري او من شخص مشهور. آآ كمان لما تشوف ان هي دخلت الاصر او ان هي بتمتلكه. آآ برضو لما تشوف الفتاة العزباء آآ الاصر فمن الرموز برضو المباشرة بالزواج في السنة الحالية والله اعلى واعلم. آآ وكمان هيكون آآ زواج آآ سعيد هيكون فيه سعادة وهيكون فيه استقرار. دخول الاصر دخول الاصر الحاكم او اصر الملك او اصر شخص ليه حكم آآ بيمتلك حكم او آآ سلطة في البلد اللي هي عايشة فيه. فبشارة ليها بعمل قوي آآ بوظيفة مرموقة كمان بمنصب وترقية ومكانة كبيرة بين الناس. المرأة المتزوجة كمان المرأة المتزوجة لما تشوف آآ آآ الاصر فبردو من الرموز اللي بتدل على سعى في آآ رزقها ورزق آآ 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 اسرتها بآ بشكل عام. آآ كمان الاصر الواسع ليها فبشارة بآآ سعادة كمان بشارة بتحقيق امنيات وبتحقيق رغبات آآ آآ وبشارة برضو بسعى في آآ رزقها. آآ كمان الاصر للمرأة المتزوجة من الرموز اللي بتعكس حالة آآ الزوب. كل ما كان واسع كل ما كان آآ في رزق كتير ل آآ زوجها آآ برضو من الرموز اللي بتدل على تفاهم وعلى حب وعلى آآ آآ استقرار خصوصا آآ زي ما قلنا الاصر الابيض. آآ كمان الرؤية الاصر برضو اللي المرأة المتزوجة ده بشارة بانجاب. آآ لو كانت هي بتسعى للانجاب او كان بتتمنى الانجاب. آآ كمان من الرموز المباشرة بآآ آآ ارزاق وآآ آآ اموال هتحصل عليها بشكل عب. زواء هي او آآ زوجها. كمان رؤية الاصر برضو من الرموز اللي بتدل على سعادة وعلى بركة. وعلى آآ زوالهم وعلى زوال المتاعب. وبيكون بشارة ليها بالاستقرار وبالنجاح آآ فهدها بشكل عب. كمان المرأة الحامل. المرأة الحامل برضو لما تشوف الاصر في المنام. فده زوال متاعب ليها زوالهم لو كانت بتمر بفترة صعبة خلال آآ فترة الحمل آآ فمن الرموز اللي بتدل على آآ يعني انتهاء الفترة دي آآ خصوصا لما تشوف انها بتدخل اصر كبير واصر ضخم فبرضو من الرموز المبشرة ليها بحياة سعيدة وكمان بساعة في ارزقها. كمان الاصر من الرموز اللي مبشرة بانجاب زكر والله اعلى واعلم. آآ كمان الرجل لما يشوف انه هو اتنقل لي آآ آآ كبير او اصر ضخم فده استقرار برضو في حياته وبشارة بسعادة بشارة بساعة في رزقه بتحقيق ارباح بتحقيق مكاسب لو كان هو تاجر. كمان آآ دخوله اصر فخمة او اصري كبير فبشارة ليه بعمل آآ والعمل هيكون آآ يعني وظيفة تكون ليها هيكون ليه فيها مكانة آآ كمان آآ لو كان هو موظف فبشارة بترقية وبحصوله على آآ منصب. آآ ده كده باختصار من التفسيرات المتعلقة برؤية الاصر في المنام آآ سواء آآ شفنا ان احنا اشتريناه او ان احنا آآ تخلناه او ان احنا اتنقلنا آآ ليه. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عايبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت. وان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله وفي فيديو قديد. مع السلام.